النهاردة لو فيه كاتب شاب من الكتاب الشباب اللي لسه بيبتدوا حياتهم ومشوارهم والحقيقة ان احنا بنشوف جيل طالع ودايما بنتواصل معاهم طبعا من خلال لقاءاتنا او من خلال زياراتنا للاماكن المختلفة والمكتبات المختلفة جيل طالع من الكتاب حاجة مبهرة الحقيقة لو حد عايز تخصص او حد بيعميل او بيحب للفانتازيا تنصحوا بايه وتقولوا ايه ويبتدي منين هقولوا اولا اقرأ الاول تراث الاعمال الفانتازية العظيمة اقرأ الف ليلى وليلى في تراثك اقرأ كليلى ودمنا هذا الكتاب اللي على السنة الطير اقرأ الكتب التراثية اللي في الموروث اللي رايحة للفانتازي او العجائبي او الغرائيبي ده اولا بعد كده اطلع شوية على العالم هتلاقي الملاحم والميثولوجيا الاغريقية واليونانية ادخل على ده لانه العالم كله في اساطيره وجزء كبير من الاساطير دي مكتوب وادخل على الملاحم وهذه الاعمال نمرة ثلاثة ادخل على المعاصر شوف اهم الاسماء اللي بتكتب فانتازيا في العالم شوف دان براون بيعمل ايه شوف شوف السياقات تانية جابريل جارسيا ماركيز بيعمل ايه توني مرسم بتعمل ايه اقرأ اطياف الفانتازيا اقرأ خيال علمي اقرأ وقعية سحرية اقرأ يعني خيال علمي وقعية سحرية زي ما بنقول اقرأ الاعمال السوريالية لانه الفانتازيا زي ما قلنا ليها طبقات المهم اقرأ في كل السياقات اللي اشتغلت على ده من الموروث وحتى الاسامي المعاصرة اللي نكحة واللي مسمعة واللي عاملة صدق كويس والنصحة التانية المهمة جدا لا تكتفي بالقراءة شوف الافلام اللي بتشتغل على ده شوف الدراما اللي بتشتغل على ده شوف الفن التشكيلي ما السوريالية دي فانتازيا في الفن التشكيلي موجودة في الادب طبعا هتكون رؤية شمولية لهذا الطيار ولفنونه واذا تسنى لك ان تقرأ كتبا نقدية تشرح وتفصل جانب من هذه الظواهر اعمل ده علشان تخلى عندك معرفة منظمة بما تفعل هل كل عمل ادبي بنتكلم عن ادب الفانتازيا طبعا صالح انه يكون عمل درامي الى حد كبير اه بس اللي بيحكمه بس الامكانيات الامكانيات الانتاج بقى الابهار العناصر بقى اللي هي علاقة بالمؤثرات البصرية اكتر لكن كل شيء دلوقتي ممكن يتعامل خلاص الناس بتطير الناس بتعمل الناس بتطلع على الامر ده انت ممكن تعمل مكتل الامر بس امكانيات لو متوفرة اعتقد انه تسعين في المية من الاعمال الفانتازية تقدر وفي دليل جميل جد انه في اعمال فانتازية قديمة في الادب بدأت بقت تتعمل بشكل حديث دلوقتي لما الامكانيات قدرت تعمل ايوه ما كانت تتعمل قبل كده لانه ما كانش في الامكانيات دي ما كانش في الحماس ده وما كانش في الاقبال ده كمان يمكن انما النهاردة بتادي تتعمل وهي اعمال مش جديدة مش جديدة صحيح اعمال مبكرة جدا صح 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 بما في ذلك الملاحم زي الاودسا والاليازة دي بقت افلام في هوليوود هل كل مجتمع ليه شكل الفانتازية الخاص بي؟ يعني انت النهاردة لما تيجي تقدم حاجة للمجتمع المصري انت عارف ان المصريين مثلا يحبوا المشاعر قوي شعب عاطفي تقدم له بطل شعبي تقدم له قصة حب في النص فهو كده خلاص انت دامانته شعب مثلا تاني يكون بيميل الى العنف اكتر بيميل الى الحركة اكتر فتقدم له حاجة اكشن في النص تبقى انت كده دامانته هل ده موجود في الفانتازيا؟ موجود موجود وعلى الفانتازيا انها تراعي السياق اللي هي طلعة منه يعني بات مان مثلا في امريكا هو تمثيل للشخصية الامريكية اللي بتشتغل على كده وبتحرب الفساد في السياق الامريكي اي سوبرمان اي فيه فانتازيا اكتر من كده ده ده تركيبة السوبرمان الامريكي لقى ابعاد سياسية ولقى ابعاد اجتماعية في الشخصية الامريكية اي وكذلك احنا عندنا عندنا شخصياتنا عندنا شخصياتنا الموجودة في الفانتازيا الشرقية والعربية ولكن اهم بقى اما في الفانتازيا ايه انك تراعي الخصوصية بس في نفس الوقت رهانك انك تنقل ثقافتك فلو شافك الامريكي او الصيني او كده يقدر يتفاعل معاك وبدليل انه الف ليلى وليلى هذا النص العربي اللي هو كله مشبع بالخصوصية الثقافة العربية العالم كله لما ترجمه انبهر بي وحبه